اهلا بكم حاجة ضرورية لازم نعملها لو انت عاوز تخلي نباتاتك تنمو جسرعة كبيرة جدا وخصوصا الشتلات الصغيرة دي شتلة الانتيرا زرعناها مع بعض مئة مرة من العقل وضعها لطيف جدا محطوطة في الكوباية الجزور بينا من تحت كل حاجة فيها سليمة مية في المية انا هنقل شتلة الانتيرا دي علشان تبتدي تاخد مساحة جزور اكبر في ازازة 2 لتر ونص لو اقدر انقلها فاكبر من كده يكون افضل لكن دي علشان بس ما تقفش وكده ولا كده فترة الشتة الجدور ما بتكبرش بطريقة مبالغ فيها هي بتبقى يعني ماشية واحدة واحدة هاجي انقل دلوقتي لا انا مش انقل دلوقتي انا هعمل حاجة بسيطة جدا ان انا هجيب ورقة صبار الوفيرا وهي هقطع منها شوية صغيرين جدا وقطع صغيرة بعد كده هحط عليها شوية تربة بعد كده اقيس الشتلة بتاعتي وهنقل الشتلة زي ما قلنا في 50 فيديو قبل كده طبعا لما نروي التربة دي هتكب الصحة وتنزل تحت فهتدي مسافة هنا لطيفة عشان اعرف اروي هنعمل حاجة بسيطة جدا دلوقتي نزود بقى الجزور كده وايه ونديها تربة مخصبة جميلة نحنا هنعمل تسميدة لطيفة بالهيوميك عشان بعملنا اللي علينا هو الزيادة في الشتلة دي وندي شوية مية حلوين مهم جدا ان المية ترى ما يكونش فيها كلور يعني ما اخدش مية من الحنفية واروي بيها على طول لازم المية دي تكون بيتها ليلة على اقل فانا بروي الازايز بتاعتي او البراميل اللي بروي بيها بملاها من مبارح علشان اروي بيها تاني يومي بس كده لا هعمل حاجة لطيفة جدا هاجي ليه الكمة النمية الجميلة دي واروح اساسها كده بتفرج بقى بعد اسبوع واحد ولا حاجة على الشتلة دي هيبقى شكلها عامل ازاي يلا بينا وبعد اسبوع هتلاقي مكان التقليمة اهو طلع نموات جديدة الورق نفسه تده يكبر طلع نموات من تحت طلع نموات من تحت خالص والورق اللي تحت كبر جدا كل ده في اسبوع واحد من الهيوميك اسد من التقليم من النقل في مكان اكبر محتوى تربة اكبر للجزور واهم حاجة من السماد الالوفيرا اللي احنا حطناها تحت التربة وبالطريقة دي نقدر نعملها في اي نوع من انواع النباتات ان كان خضروات ان كان اشجار فاكهة ان كان زينة اي شتلات صغيرة اي شتلات كبيرة لكن هي بتبان جدا عشان ثلاثة صغيرة يارب يكون الفيديو عجبكو ما تبخلش على القناة بالاشتراك واللايك للفيديو لو عجبك وشار المعلومة دي لصحابك عشان معلومة عم كل يستفيد زكاة العلم نشره حتى نلتقي في فيديو جديد شكرا وسلام عليكم اشتركوا في القناة